جزاكم الله خير وأحسن إليكم هل مسح الرقبة من سنن المضوء؟ وما رأيكم في من يتلفق بالنية عند بداية الصلاة؟ كلاهما بدعة مسح الرقبة والتلفق بالنية عند أداء العبادة من مضوعنا وغيره لأن المفروض مسح الرأس والرقبة ليست من الرأس في مسحها غلو وتجاوز للحق وبدعة وكذلك التلفق بالنية هذا بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول نويت أن أتوضى، نويت أن أصلي، نويت أن أطوف لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الله جل وعلا يعلم المية في القلب فلا يحتاج إلى أن يترفق بها الإنسان قال الله تعالى قل أتعلمون الله بجينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليم